بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم أنزيل العسيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مضمحون وجعلنا من بين أيديهم ستا ومن خلفهم ستا فأغشيناهم فهم لا يبسرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحجي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنكهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكركم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فترني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذر لا تغلعني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا مرزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محفرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبط الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنقعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا غيلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محذرون فاليوم لا تزلب نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متنكيون لهم فيها فاكهة ولهم ما يتاعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز يوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدوني هذا سرق مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخدم على أخواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد ورجلهم بما كانوا يكفرون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا السرق فأنا يقصرون ولو نشاء لمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يعقلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينسرون لا يستطيعون نسرهم وهم لهم جود محذرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من لطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحجي العظام وهي رميم قل يحجيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقتون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له قل فيقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن طلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصر ولا تبسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة كوة نخل ذاك اللجمام والحب ذو العصف والريحان فبيي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصان كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبيي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبيي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبيي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبيي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبيي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبيي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شعر فبيي آلاء ربكما تكذبان سنخرغ لكم أيها السقلان فبيي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبيي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواب من نار ونحاس فلا تنتصران فبيي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشرت السماء فكانت وردكا كالدهان فبيي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيحظوا بالنواصي والأقدام فبيي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنب التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آل فبيي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبيي آلاء ربكما تكذبان ثواتا أخنان فبيي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبيي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة من صوجان فبيي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبر وجنى الجنتين تان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الخرف لم يطمصهن إنس قبلهم وناجان فبيي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبيي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إن لن إحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبيي آلاء ربكما تكذبان متهمتان فبيي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نقاختان فبيي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهات ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات حسان فبيي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبيي آلاء ربكما تكذبان لم يكمثهم إنس قبلهم ولا جان فبيي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خزر وعبطرج حسان فبيي آلاء ربكما تكذبان أبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام